وإلى جانب تأكيد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكراس موسين على أن مخططة ذاتي مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري شدد أيضا على أهمية الشراكة الاقتصادية الثنائية بين البلدين والاستفادة من إمكانية المملكة المغربية في مجال الاستثمارات المباشرة وخاصة في مجال الطاقة المتجددة نحن ندعم المسار الأممي الجاري ونعتقد أن مخططة المغرب جادة وموثوق ويمكن استخدامه بغية التواصل لحل نهائي أعتقد أن بلدين تربطهم علاقات ثنائية ممتازة مفتئات تتعزز هناك حقنا العديم المجالات التي يمكننا التعاون فيها بما في ذلك قطع الطاقة المتجددة الذي يتمتع بإمكانات كبيرة في المغرب نتوفر على شركات دنمركية كبرى وذات تنفسية في هذا المجال من بينها شركة كوبنهاجن للبنية التحتية هذه الشركات هي في تواصل مباشر مع السلطات المغربية المختصة في إطار برنامج عرض المغرب بغية الاستفادة من إمكانيات المملكة المغربية المهمة إذا ألسي الثمارات الأجنبية المباشرة تربطني حقا علاقة جيدة جدا مع وزير خارجيتكم منذ سنوات عديدة حقا علاقة جدا